السلام عليكم نهر ده قررت ان اعمل معكم روتين تنظيف خفيف اول حاجة لما بصح منهم بحب جدا ان انا افضل امصف وش اناس اول حاجة لازم اعملها يعني الصبح احنا تقريبا بصور لكم الفيديو الصبح حوالي ساعة تمانية مش بفطر كتير او مش بعمل فتورجة تسئيل كده لما يصر معظم الوقت فقلت عمل له كوباية قهوة بلبن اهل قهوة فرنساوي وبسكوت وناتلا محدش يسألني كوباية اللي بيشبه بعض لان هو مش بحب يشرفه كوباية بايده انا بحب اشرفه كوباية بايده فلازم بقى مختلفين لما بعمل القهوة بلبن بحس ان هي يعني طمع احسن يعني اخف كتير بالقهوة العديدة ده بلوقتي انا سوا صحي يعني على طول بيزني وصحي ربني يبارك فيه يعني احلى حاجة في الدنيا اصلا مضحكة صبح حسنا انتا شايفين كده دي اللي بتديني باور تولي اليوم يعني ربني يبارك فيه يعني طبعا مش هيهنينة على فطور هو كل شوية يصحى وينام يصحى وينام لازم افضل اهزه شوية بالكارسيت لغاية لما ينام يروح في النوم وبرده بيخدعني يعني زي ما انتا شايفين بيخدعني كل شوية ايه ايه ربني يبارك فيه يا رب كنت عايزة اعمل انا جايبة طبعا معلقه وعايزة اكل بيها البسكوت لكن عيسارة قال لي انت بتعملي ايه غميسي حاببتي غميس تعملي كده احلى اقتنعت دلوقتي انا بحاول ان انا آآ اراتب السرير آآ هي المشكلة عندي في ترتيب السرير انا ما كنتش بعرف ان انا افرش ملايا خالص كنت بديه قوي لما بجي افرش الملايا بتقطت كعب الكده من الجناب بس الحمد لله انا على الوقت يعني بعد تقريبا كم شهر من الجواز اعرفت ان انا آآ افرشها كويس يعني وبعدين هادخل دلوقتي على تسريحة المفروض ان دي ده سريحة وتحت دي بحط فيها شونات او جزم او اي حاجة هي ليها فوق آآ جزء تاني مراية بيتحط عليها آآ مراية عادية بس هي آآ ليها الاطار بتاعها آآ المراية اللي جوة لما تكسرت انا شلت الاطار مؤقتا بس بحطه يعني بشيره وبحطه كنت بفكر ان انا احط فيه آآ حوالي كده اللومة اللي هي اللمبات اللي هي آآ تبقى حوالين مراية نفسها انا مش عارف اسمها ايه بالزبط بستقرب ان هي اللي هي اسم فقلت لسه عايزة اشوف آآ حد يعمل هالي لو حد يعرف بتدعمل فين اللمبات دي آآ ممكن تكتبولي في الكومنت تحت بحيث انتو حد تساعدوني اروح لي مين التصريحة بتاعتي زي آآ عايزة اقول لكم ان كانت مليانة ميكوب غريب يعني انا معرفش ما ما كنتش بحب استعمله حاجات بقى فوق العين وتحت العين وحاجات غريبة كده مهم ان انا صفيته كله على حاجات اللي انا بستخدمها عملت بها فيديو قبل كده تحت طبعا انا مش حطى لجزم ولا شونت ولا حطى لحاجات زي آآ حطى كتب آآ حاجات بقى لي علاقة بدروسة وكتب آآ ميثرة وكتب كنت بقرأها ومجلق واسمها ايه دي مليزم وحاجات من دي فالحاجات دي انا علشان ما بحطوهش في المكتبة بره او الستاند بره قلت لسا عملها مكتبة خاصة كبيرة لسا عملها لها هشتريها او هعملها وحط فيها الكتب دي انا الكتب دي من اكتر حاجة يعني بحست كده انها آآ بتنعيشني فآآ يعني اللي عندكو اللي منكو عنده كتب ميرميهاش حتى لو كانت بتاع الدراسة علشان انا ايدي آآ على طول في البيت فالتنظيف عندي مش مش واخد حايز كبير من اليوم يعني انا قدم كل يوم بنظفه بروه فدي احسن حاجة انا كده لوقتي خلصت قط النوم هدخل على رسابشن بره او الصالة بره الصالة زي ما انتم شايفين كده هي بتتكوب من قطعتين الجزء بتاع الركنة وجزء تاني آآ محطوط فيه الصفرة بره الورد والحاجات اللي بده اطلع دي طبعا لان انا اصلا مش عارفة يعني مش بحب آآ حسن ان موضوع الروتين ده آآ بيضايقني في حتة الحركة قدام الكاميرا يمكن انا ما بطلع بس بوشي بتكلم آآ ما فيهاش حركة كتير يعني ما بتلفتش الانتباه كتير فمعاليش ده اكتر جزء هي دايكو عشان يطلع فيه امشانات كتير قوي استحملوني يعني انا اول مره اعمل من الروتين آآ آآ تنظيف حاجات من دي مش بحبه قوي بس بجرب اول حاجة بعملها في الركنة برا ان انا بكنس الابراء بنفض الركنة تنفيض خفيف كده لان انا كل يوم زي ما قلت لكم بعملها وبعد الخدديات بتاعتها بعدين ببدأ المع بسيط وبشوف لو فيه طراب مثلا او فيه عفرة او حاجة انا بفضل الله اشياء بتاعتي مش بدخلها طراب كتير يعني الحمد لله دي من نعم ربنا علي دي اكتر نعمة يعني بحبها اي شاء تاعتي مدخلها اش طراب كتير عند البلكونة هنا بيبقى نفسي ان انا ادخل افتحها على طول بس المشكلة ان احنا الدوري التاني والدوري التاني ده عندي اكيد يعني الناس كلها شايفيني فلا بعرف اقعد براحتي ولا بعرف افتحها براحتي الا نادرا يعني اذا بك بفتحها انا اضافها اروح افلها دين بس طبعا يعني الفيو عندي مش وحش الفيو عندي كويس حلو يعني ببص تحت على شجر وحاجات من دي فبيبقى نفسي ان انا افتحها على طول بس غالبا ان شاء الله لما انا سيكبر شوي ان شاء الله هفتحها يعني هنا ده الجزء التاني من الصالة اللي هي حطة فيها السفرة وفيه على اليمين هناك كده في اللاب اللاب ما كانش محطوط هنا كان محطوط في الصالة بس انا شلته وما يصرش هلو وحطه برا علشان يبيعود براحته ما يضيقنيش يعني لا عايز اتفرج على التلفزيون ولا حاجة بحب السفرة دي اوي عشان دي كانت يعني من اول حاجة عاجبتني وانا بشتري جهادي والعافش بتاع البيت كانت هي السفرة فكانت عاجبني اول غاية دلوقتي عاجبني جدا فضل الله يعني ربنا يعني ما عاملش في حاجة بحشان دي جزء تاني برضو من الصالة دي دي جزامة ام يعني بتدوت عليها من تحت كده بتطلع بتحطي فيها الاحزائي بتاعتكو دي لسه جايبايها مبارح او اول مبارح ام انا كنت عايزها بني بس هو ده اللي لقاها الميصار لما لقاها بحب بعد لما بكنس وبمسح وبعطر الجو ده المطبخ انا لسه معنا تلكمش روتين بلاكل بس ترجمة نانسي قن alm�